مصر خلال الفترة اللي فاتت وضعت شيب جزيرة سينة على خارطة التنمية الشملة من خلال مصار تنموي وخطة طموحة غير مسبوقة لتعمير أرض الفيروس خصوصاً في مجال التنمية الزراعية الهدف من ده إيه؟ زيادة الرقع الزراعية وتحقيق الاستقرار المعيشي لكافة الأسر من أبناء سينة بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للإهالي وطبعاً ضمان حياة كريمة لهم خليني أرجع معاك بالزمن لـ 2014 ونعدي كده لغاية أكتوبر 2023 الدولة اشتغلت على 165 مشروع في مجال التنمية الزراعية في سينة يعني مثلاً هتلاقي إنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يومياً وده الاستصلاح 50 ألف فدان برضو تم تنفيذ محطة بحر البقر بطاقة أكتر من 5.5 مليون متر مكعب يومياً وده الاستصلاح 456 ألف فدان دلوقتي بقى بيتم تنفيذ محطات مياه جديدة لرأي وزراعة 270 ألف فدان لتنمية شمال ووسط سينة طبعاً ما فيه شك إن الأرقام اللي أنت ذكرتها أرقام مهمة جداً يجب أن احنا نتوقف عندها عشان نشوف الاهتمام كبير جداً والمجهود اللي الدولة اشتغلت عليه أو عملته خلال الفترة اللي فاتت فيه تعمير شبه جزيرة سيناء أهم حاجة فيه هذا الموضوع زي ما كنا نتكلم التجمعات الزراعية التجمعات دي بتحقق الاستقرار المعيشي لأكتر من ألفين أسرة عندنا سبع تجمعات في جنوب سين و11 تجمع في شمال سينة إجمالي المساحة المزروعة في هذه التجمعات حوالي 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة والجهزة للزراعة طبعاً ما فيه شك إنه أهم حاجة بنفكر فيها هي توفر المياه فيه أبار مياه جوفية فيه كمان كل الخدمات التعليمية والصحية والتنموية والتجارية هذه المجمعات بتخلق مجتمع زراعي جديد في سينة ونظم زراعية حديثة بتحقق أعلى انتاجية وفي نفس الوقت بتحافظ على الموارد الطبيعية الموجودة في أرض الفيروز النهاردة حنستكمل مع حضراتكم الكلام عن التنمية في سينة وخصوصاً التنمية الزراعية وكمان مشاريع التطوير اللي بتحصل في أرض الفيروز مرة تانية بنسبح على حضراتكم صباحكم زي الفل صباح الخير يوم مصر